تعهدت الحكومة أمام مجلس النواب بأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من أول يوليو جاء ذلك في تعقيب للحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم حيث ألقى عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن مشكلة تزايد انقطاع الطيار الكهربائي مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وخاصة مع امتحانات الثانوية العامة